أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن مصر لها موقف ثابت وعادل لم يتغير تجاه القضية الفلسطينية وأضاف الرئيس سيسي في كلمة خلال حضوره استفافة تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميدني أنه من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش في دولة مستقلة جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل مصر لها موقف ثابت ما تغيرش هو موقف عادل تجاه قضية عادلة هي القضية الفلسطينية هو كل اللي بنقوله إيه؟ بنقول أننا الشعب الفلسطيني من حقه أنه يعيش في دولة مستقلة جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل وأنا أستطيع أن أتكلم مش بس باسمي وباسم مصر أنا ممكن أستطيع أن أتكلم باسمي وباسم كل أشقائنا في المنطقة العربية هذا الأمر لو تحقق سيفتح أفاق حقيقية وموضوعية للسلام والتعاون على مستوى المنطقة بالكامل على مستوى الإقليم القضية الفلسطينية قضية محورية في وجدان كل الناس ونحن نقول دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية حماية للمواطن الإسرائيلي وحماية للمواطن الفلسطيني